أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الصحة الإسرائيلي عقوب لتسمان أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نيتنياهو أنه على استعداد للتنازل عن الوزارة في الحكومة المقبلة مقابل تسلمه وزارة الإسكان ولفتت الوسائل لأن فرص التولي لتسمان حقيبة البناء والإسكان ارتفعت خلال المفاوضات الاتلافية بين كتلة اليمين برئاسة نيتنياهو وكحول لفان برئاسة جانس في ظل إصرار الأخير على تولي معسكره للحقيبة والتأثير للقرارات المتعلقة بمواجهة أزمة كورونا وأوضحت وسائل الإعلام أن لتسمان يسعى عبر الانتقال إلى المنصب الجديد إلى بسط سلطته على الحارديم من خلل الضم سلطة أراضي إسرائيل إلى وزارة البناء والإسكان بالإضافة إلى هيئة الإسكان القومي التابعة لوزارة المالية وإدارة التخطيط